تنفيذا لأمر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات المملكة أعلنت إدارة الأوقاف السنية والشعفرية عن الانتهاء من تأهيل وتهيئة عدد من المساجد فقد أعلنت إدارة الأوقاف السنية عن تأهيل وتهيئة مسجد الإمام الشافعي في منطقة عراد وأجامع سبيك النصف بمدينة عيسى كما أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية لانتهاء من تأهيل وتهيئة مسجد الشيخ أحمد الوسطي في منطقة سترة ومسجد الحوراء في منطقة جنوسان وذلك بعد إتمام الصيانة الشاملة